تداعيات محاكمة الصحفي حميد المهداوي تصل لأوجها وعزيز غالي يفجرها في وجه وزير العدل عبدالطيف وهبي وهذا جديد ومستجدات قدية محاكمة السريمر المغربي إلياس المالكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات المغاربة الأحرار أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقول دائما شعارنا الخالد الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذن فرسان وفارسات المملكة المغربية مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في هذا الموعد الجديد لغد نوكب فيه مسلسل محاكمة الصحفي حميد المهداوي إخواني أخواتي وكما تعلمون في إطار مواقب نالهد الملف في حميد المهداوي كانت الجلسة ديالو يوم الاثنين الماضي وتم طرده من الجلسة هذه الجلسة التي شهدت حالة إغماء يعني وقعات الصحفي حميد المهداوي هذه الجلسة التي كان عنوانها الأبرز غياب المشتكي وزير العدل عبدالطيف وهبي المتير للجدل في الشهور الأخيرة من بعد قانون القوانين ومشاريع القوانين اللي جابها وشكايته بحميد المهداوي فأصبح عملة للجدل الوزير عبدالطيف وهبي أصبح بعنوان صريح واضح بيّن الشخصية الأبرز والشخصية الأكثر إطارة للجدل في الرأي العام المغربي فإخواني أخواتي في إطار مواقبنا لهذا الملف وبالضبط في هذا الموضوع موضوع تدخل عزيز غالي الرئيس المجلس المغربي لحقوق الإنسان هذه الشخصية المعروفة والذي يفجر ولطالما فجر مجموعة من المعلومات ومجموعة من الأرقام المخيفة خصوصا فيما يتعلق بالدولة الاجتماعية إن صح التعبير فعزيز غالي كيدخل على خط هذه القضية المحاكمة حميد المهداوي ويصرح بعدة أمور أبرزها نقطة مهمة سنناقشها إخواني أخواتي في هذا الفيديو نقطة كتعلق بتبيان الضرر وغياب وزير العدل اللي هو المشتكي عبدالطيف وهبي ومسألة تبيانه للضرر وإلزامية تبيان الضرر من طرف المشتكي في تناقض صريح مع القانون وغياب المشتكي والمقصود هنا وزير العدل وأيضا غادي تحتو في ختام هذا اللقاء وهذا الفيديو على مستجدات قضية السريمر إلياس المالكي فإخواني أخواتي عزيز غالي وفي استضافة عند الصحفي حميد المهداوي تكلم على إدت أمور عند علاقة بالمحاكمة ومتابعته لهذا المحاكمة كما بصفتين صفة ديالو كرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأيضا يعني الصفة ديالو الأخرى كمقرب من حميد المهداوي وتحدث بالضبط على مسألة المهمة عدة مسائل لكن أنا غادي نتكلم على مسألة مهمة مرتبطة بتبيان الضرر نحن كيف ما نعرفه الجلسة كانت يوم الاثنين يوم الاثنين كما قلت كان عنوانها الأبرز هو زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب وبالتالي كانت هناك التزامات والأجدر كان هو تأجيل هذه الجلسة ديالو المحاكمة إلى وقت لاحق لكن غياب المشتكي للجلسة الثالثة هو ما أفضى الكأس فهنا عزيز غالي تحدث على أن القانون يفرد على المشتكي الحضور للجلسات من أجل تبيان الضرر ما دام أنه المشتكي فالمشتكي هو اللي كيمشي الجلسة وكيكون ضروري خصو يحضر من أجل أنه يبين الضرر للحق به من طرف المشتكى به وعزيز غالي ضرب عدة أمثلة أبرزها حضور الرئيس الفرنسي السابق سار كورزي للجلسة ديالو المحاكمة ديالو وتمت إدانته أيضا ضرب المثل بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيث قال بأنه هو الآخر يعني كان يحضر الجلسات فعلى أين تبقى بأن هذه المسألة هذه هي مسألة فعلا تتير النقاش حاليا مسألة خطيرة وخطيرة جدا واللي فعلا منكش غالي نقوله أن فيها واحد تجاوز لأن القانون دائما عنده نظرة شاملة والمؤسسات والنيابة العامة والمحكامة عندهم نظرة شاملة وهم جزء من المجتمع ويعلمون الالتزامات لكي يناه عند الوزير وأيضا هناك قانون آخر يعني كيمنع أو لا يمنح يعني وحد الحاجز أو لا كيوضع وحد الحاجز أمام المسؤولين اللي كتكون عندهم يعني التزامات مرتبطة بالمسؤوليات هذه الحصانة أو هذه الموانع يعني كتمنعهم للحضور بشكل شخصي للمحكامة وتنوب عنهم يعني الجهات القانونية اللي هي المحاميين وأيضا المحكمة في القضايا ديالهم وفي توجيه الاتهامات وهذا قانون للتوضع السنة الماضية وأنا ذاك يعني كنت شركت معكم يعني مضامين هذا القانون الذي يمنع محاكمة شخص هو يعني كيتحمل مسؤوليات مهمة وعنده التزامات مع الدولة أو لا الحكومة بشكل خاص ونمشي وإخواني أخواتي للقضية الثانية المرتبطة بالستريمر إلياس المالكي من بعد ما تكلمنا على هذه الجزئية ديال تبيان الضرر فالمشتكي قانونا يعني في القانون هو اللي يحضر المحكامة باش أنه يوضح الضرر الذي طاله من طرف المشتكى به لكن احنا هنا عندنا حالة خاصة وبالتالي فالمحامون ديال المشتكي والمحكامة قد ينوبون في توجيه الاتهام على المشتكي للمشتكى به وبخصوص قضية إلياس المالكي إخواني أخواتي فيوم أمس كان واحد الحدث لقادو المحامي زهراش بحيث أنه الشيكاية اللي كان وضع هذا الاتلاف المكون من 15 شخصية من مختلف أطياف المجتمع الأمازيغي فتنازلوا على الشيكاية اللي داروا بإلياس المالكي هذا التنازل جاء في وقت مناسب تنازل دار ولكن فعلا نتائج راتحقات والدروس لها وصلات الإلياس المالكي وخصو ياخد العبرة وخصو يستافد وياخد هذا التنازل لداروا لي هاد الناس اللي هم هاد الـ 15 شخص من شخصيات وازنة يعني كيفما قلت في الحق السياسي الاجتماعي التقافي الجمعوي وأيضا حتى الحقوقي والمحامون فيجب على إلياس المالكي أنه يدير بحساب هاد الهمم يعني دارت له التنازل علائيا فإطلاق صراح إلياس المالكي ربما قريب ربما يعني تنقصه إجراءات بسيطة هذا إلى ما كانش يعني تطلق لأنه كي الآن في سجن سيدي موسى فعلى أيين تبقى تنازل هاد الجهات اللي كانت وضعت شيكاية بإلياس المالكي هو واحد الخطوة محمودة وخطوة لخاص كيفما قلت يدير بحساب إلياس المالكي والله يعني غفور الرحيم والوطن غفور الرحيم والناس يعني يرى فيهم الرحمة وفيهم المغفرة وفيهم يعني الرأفة ببعضنا البعض إلى هنا إخوان الأخواجي الختام ديالة اللقاء كنتمنى لكم الحظ السعيد ونطلق معكم في قادم المواعيد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر